سيصبح خط أنبيب الغاز الروسي السيل الشمالي نوردستريم 2 ورقة مساومة يستخدمها الرئيس الروسي أثناء تلاعبه بأوراق الضغط التي يهدد بها وأهمها شن عدوان على أوكرانيا والكلام لجيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي الذي أشار إلى أن جو بايدن هدد فلاديمير بوتين بعقوبات اقتصادية شديدة في حال غزو أوكرانيا وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيمب ساكي أن بوتين في حال أراد إطلاق العمل بخط أنبيب الغاز هذا عليه الإنصاط إلى بايدن وقالت إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الرئيس الروسي لم يتخذ قرار نهائيا بشأن الهجوم على أوكرانيا ولكن واشنطن مستعدة لرد حاسم إن هو فعل وستقدم مساعدة عسكرية عاجلة لكييف ومن المحتمل أن تنشر قوات أمريكية في المنطقة وأعلنت أن بايدن سيجري غدا محادثة هاتفية مع فولوديمير زيلنسكي سيعبر الرئيس بايدن عن دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وسيؤكد أننا سنواصل تقديم مختلف المساعدات إلى كييف منذ بداية هذا العام قدمنا 400 مليون دولار كمساعدات 60 مليون دولار بعد زيارة الرئيس زيلنسكي لواشنطن الأخيرة كما سيؤكد الرئيس أننا سنواصل شراكتنا الوثيقة ونفعل مزيدا من التعاون والتنسيق على المحادثة المقرر إجراؤها غدا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي علق النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أوليكسندر كورينينكو شاكرا الولايات المتحدة على دعمها لأوكرانيا الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي الرئيس سوف تساندنا دوما في الأوضاع الصعبة وستزيد دعمها العسكري كل عام وهذا العام سيزداد أكثر الرئيس الفرنسي إمينويل ماكرون يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح قصر الإليزي أن المكالمة ستجري خلال أيام مقبلة بهدف سحب فتيل الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة على أوكرانيا أن لا تتخلى عن سعيها لعضوية الناتو ولا أن تتراجع عن رغبتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إرضاء روسيا هذا ما قالته يوليا أوسمولوسكايا مديرة معهد أمن أوروبا الشرقية في لقاء مع قناتنا ضمن برنامج أوكرانيا ناسامام ديلي مؤكدة أن هذه التنازلات من جانب كييف لن تضمن على الإطلاق أن الاتحاد الروسي سوف يخفف من تصرفاته العدوانية وسعيه المستمر للإطباق والسيطرة على أوكرانيا سيكون التنازل أمام روسيا عبثياً ودون جدوى إن الأمر يشبه إلى حد بعيد العلاقات الإنسانية فإن قدمت تنازلاً في قضية واحدة تزداد شهية المعتدي ويطمع بالمزيد والغريب أني لم أجد خلال متابعة للصحافة الغربية من يقول أن الانصياع للمطالب الروسية سيكون رضوخاً للاتزاز أو مجرد بداية لتنازلات لحقة لذلك لا أعتقد وجود أي تقارب في المواقف يمكن توقعه هنا الولايات المتحدة مستعدة لتخصيص 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية المسلحة بعد حصول موافقة الكونغرس الأمريكي على ميزانية الدفاع المتضمنة لهذا البند ولكي تصبح نافذة تحتاج الوثيقة الآن لتصديق مجلس الشيوخ وتوقيع رئيس جو بايدن المبلغ كان في وقت سابق 250 مليون دولار هذا وتضمنت ميزانية الدفاع أيضاً أربعة مليارات دولار بهدف احتواء الخطر العسكري الروسي ويبلغ إجمالي الرقم النهائي للميزانية 770 مليار دولار بعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا أصبح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشاراً لألمانيا معيداً يسار الوسط إلى الحكم ليطوي بذلك نهائياً عهد أنجلا ميركل المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي والذي استمر 16 عاماً وحصل شولتس في الاقتراع السري على تأييد 395 صوتاً من إجمالي 707 أصوات في البوندستاغ ليتخطى بذلك الحد الأدنى من التأييد وهو 369 صوتاً ويصبح المستشار التاسع لألمانيا الاتحادية والرابعة من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وجيرهارد شرودر لكن استطلاعاً أجراه معهد علم الاجتماع يوغوف بيّن أن ثلثي الألمان يعتقدون أن شولتس سيصمد لفترة واحدة فقط رغم أن لديه شخصية براغماتية ورصينة لكن تنقصه الكريزمة اعتباراً من الغد سيوقف جميع موظفي الخدمة المدنية والإخصائيين الاجتماعيين وموظفي المؤسسات الاستراتيجية غير المحصنين ضد كورونا عن العمل أعلنت القرار وزارة الصحة وذكرت في بيان لها أن أكثر من 12 مليون أوكراني تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاحات وأكملوا دورة التحصين وأعلنت تسجيل أكثر من 9000 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي ووفاة 450 شخصاً معظم الحالات كانت في كييف وفي بلطافا كما أشار وزير الصحة الأوكرانية فيكتور ليشكو إلى أنه اعتباراً من غداً سيبدأ نفاذ أمر لتوسيع قائمة المهن التي يكون التطعيم فيها إلزامياً نعني بهذا القرار موظفي الشركات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بمجال إدارة السلطات التنفيذية المركزية موظفي المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية ومؤسسات حماية حقوق الطفل ومؤسسات إعادة التأهيل وكذلك موظفوء المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولة ومنها مؤسسة البريد والهيئة العامة للسكك الحديدية على إثر نشرهما صوراً وفيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعي في كونتاكتي المحظورة في أوكرانيا تفيد بالتحضير لقتل زملاء لهما في الفصل الدراسي مع الدعوة للانضمام لمؤيدين لهما تحرك جهاز الأمن الأوكراني وأحبط العملية الإجرامية التي كان يخطط لحدوثها في إقليم الشركاسي خلال مدهمة أماكن إقامة الطالبين وجد المفتشون أدلة تثبت التخطيط للجريمة وصادرت مسدسين وأجهزة كمبيوتر وتقرر استكمال التحقيق للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة تقص بارد مصحوب بعواصف مطرية غزيرة تخيم على أوكرانيا هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تفاقم الأحوال الجوية وهبوب عصفة قوية وتشكل الجليد في الأقاليم الشمالية والوسطى وحذرت على وجه الخصوص من تساقط الثلج الرطب والذي يعني تجلد الطرقات والتسبب بمخاطر وقوع حوادث مرورية معلينة المستوى الأول من الخطر هذا وتتواصل في جنوب البلاد زخاة مطر غزيرة أثرت بشكل مباشر على أعمال نقل وشحن الحبوب في الموانئ وفي الكربات غرب البلاد حذر الخبراء الجويون من حدوث انهيارات جليدية وهبوب رياح قوية فيما يسيطر الجو الماطر على عموم أوكرانيا غدا حدث في مثل هذا اليوم الثامن من ديسمبر في عام 1813 قدم بيتهوفن السنفونية السابعة لأول مرة في فيينا في حفل موسيقي خيري لدعم الجنود الجرحى في معركة هاناو في عام 1863 اندلع بكنيسة في مدينة سانتياغو أكبر حريق بتاريخ تشيلي وواحد من أكبر الحرائق في تاريخ البشرية تسبب بمقتل قرابة ثلاثة ألاف شخص في 1941 دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات الحلفاء بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر في 1941 استخدمت القوات الألمانية النازية في بولندا الغاز السام لأول مرة لقتل معتقلين يهود في 1955 اعتمد المجلس الأوروبي شعاره وهو عالم أزرق يتكون من دائرة من 12 نجمة ذهبية خماسية في 1958 صدر العدد الأول من مجلة العربي وهي مجلة شهرية ثقافية عربية مصورة تصدرها وزارة الإعلام الكويتية في 1987 انطلقت الانتفاض الفلسطيني في جباليا من قطاع غزة يعود السبب المباشر لدهس سائق شحنة إسرائيلي مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز إريز في 1990 دخل قانون حرية التدين والمعتقد في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية حيز التنفيذ في 1991 وقع مسؤولون رفع المستوى من بلاروس وروسيا وأوكرانيا اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة التي جمعت الدول الخمسة عشر المستقلة عن الاتحاد السوفيتي في 2013 خلال احتجاجات مناهضة لحكومة اشتاحت كييف أزال متظاهرون مقنعون نصبا تذكاريا طوله ثلاثة أمتار فاصل خمسة متر للينين في 2004 اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور قدمها الرئيس ليونيد كوتشما تهدف إلى تحويل النظام السياسي من نظام رئاسي برلماني إلى نظام برلماني رئاسي من مواليد هذا اليوم في عام 1844 ايميل رينو مدرس اللغة الفرنسية مبتكر أول فيلم رسوم متحركة في 1952 عباس النوري ممثل سوري اشتهر بدوره في مسلسل باب الحارة في 1966 ريم البنة مغنية وملحنة فلسطينية راحلة في 1967 ماهر الأسد ضابط سوري بارز في الجيش شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ترجمة نانسي قنقر